السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي العزاء طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من درس اللغة الإنجليزية مرحبا من أجل الثالث من الثالث من الثالث للغة الإنجليزية في الحلقة دي إن شاء الله هناخد يونت 8 ويونت 8 عندكم طبعا في كتاب هو ريفيجن زائد هناخد يونت 9 نحن نتناول موضوع كثير ومعارضة عمليات وتناوع من المهارات إن شاء الله هناخد النهاردة تربية الأسماك ومزارع الأسماك وإن شاء الله تبقى حلقة ممتعة بالنسبة لكم ومبسطة ويلا بقيمة سنين هاتوا بقى الوراء والألم وخليكم معايا عشان الامتحان قرب خلاص طيب لنبدأ زي ما احنا قلنا يونت 8 ريفيجن ويونت 9 زي ما تعودنا طبعا احنا بناخد الأول نيو فوكابلري يعني الكلمات الجديدة وإحنا قلنا طبعا هنتناول يونت 8 دي ريفيجن عندوك في كتاب ويونت 9 بعنوان بريدينج فش هناخد يعني بريدينج طبعا فش نطرفنا هناخد الفوكابلري واحدة واحدة كده طبعا الابجكتيف هدفنا اللي انتو طبعا احنا هناخد الفش فارمس هنتكلم على الفش فارمس يعني المزارع السماكية وهو تو بريد فش يعني ازاي نربي الأسماك أو نستزرع الأسماك وهناخد في الجرامة بتاعنا ريبورتد سبيتش أو أوردرز أند ريكوستس يعني الحديث المنقول أو الديريكت والإنديريكت في النوع اسمه أوردرز أند ريكوستس أوردرز يعني ازاي نبدي أوامر ننقل أوامر يعني أند ريكوستس هو ازاي ننقل الطلب هنشوف كده مع بعض هنبدأ بي نيو فوكابلري أول حاجة زي ما احنا قلنا هنتكلم عن المزارع السماكية فلازم نبدأ بكلمة بريدينج فش يعني بقى بريدينج فش بريدينج فش this is the act or industry of the reproduction of fish by artificial means اللي هي industry يعني صناع أو هنا معناه حرفة ازاي اللي احنا reproduction يعني نعمل على تكاثر فالproduct production يعني إنتاج يعني إنتاج هنا معناه تكاثر طبعا fish by artificial means artificial يعني بكل الطرق الصناعية عكس natural يعني كلمة artificial ديت عرفوها عكس natural natural طبيعي artificial معناها صناعي يبقى كلمة دي اسمها يا حبيبي أيوة breeding fish breeding fish وفعل breed يعني يربي هي تربية الأسماك breeding fish طيب ター اللي هو تربية أو كverb يعني فعل معناها يربي طب نشوف الكلمة الثانية طب كلمة breeding بتسويها rearing برضو قبل ما نينا عالكلمة الثانية rearing برضو معناها تربية طيب في بقى الاولية كانت تبدي بريدنج ايه بقى بريدنج شريمبس اه شريمبس بقى اللي هو ايوا برافو الجنباري زي ما شوان في الصورة كده في السزراء الجنباري اه زي تربية الاسماك في مزارة تو بريد شريمبس شريمبس اللي هي احنا قلنا طبعا اللي هو الجنباري اما نقول من او مثال يعني بعض العائلات فعلا بتذهب لاستياد شريمبنج اللي هو استياد الجنباري واما ييجي عندنا بالمناسبة يعني يذكر ان جو اما ييجي بعدها نشاط ماشي ييجي بعدها النشاط داعو الفعل في زي جو فيشنج جو شريمبنج جو كامبنج and so on يبقى بريدنج شريمبس اللي هو تربية او استزراء الجنباري طيب نيجي بقى برضو كلمة مهمة جدا في الواحدة بتاعتنا اللي هو سي ووتر فيش في فرحنا عندنا سي ووتر فيش وفريش ووتر فيش سي ووتر فيش اللي احنا طبعا احنا عارفين اللي فيه اسماك اللي هي بنقول اسماك اللي بتعيش فيه المياه الملحة وفيه اسماك اللي هي بتعيش فيه المياه العزبة او الانهار فطبعا سي ووتر فيش طبعا انتم الاسم طالما فيه سي سي ووتر هتبقى طبعا اللي هي السمك اللي بيعيش فيه المياه الملحة اما فريش ووتر فيش اللي هو طبعا السمك النهري والكلمات بقى المتعلقة اللي ممكن نصادفها كلمة بوند بوند معناها بركة من المياه وانا اخدها بعدين برضو وطبعا احنا قلنا فيشنج معناها استياد الاسماك ويبتجي معها الكولوكيشن بيجي معها فيرب جو فيشنج تو جو فيشنج يعني الزهاب لاستياد الاسماك طبعا الفيشورمان زي ما انتعارفين فيشورمان اللي هو الصياد يبقى اذا فيش ذات live in seas and oceans يعني الاسماك اللي بتعيش فيه seas اللي هي البحار and oceans oceans هي بيعيه يعني oceans يعني ايوا برافو عليكم اللي هي المنحيطات بنقول عليها sea water fish اما السمك النهري بنقول علي ايه ايوا ولاد برافو عليكم سمكه fresh water fish اوكي very good طب hatchery what is hatchery من الصورة كده hatch معناها يفقس يعني يفقس للبيض وزي ما هو يفقس للبيض مش مقتصر بس على الكاتاكيت يعني او البيض بتاع الدواجن ممكن برضو اللي هو البيض الاسماك فhatcher دي اللي هي وحدة الفقس اللي هي بتبقى في المزرعة سواء مزرعة بتات بولتري بولتري يعني الدواجن او مزرعة الاسماك فthis is a place where the hatching of fish or poultry eggs is artificially controlled for commercial purposes يعني دا المكان اللي بيف اسفي البيض بتاع سواء الـ chicks اللي هو الكاتاكيت or the fish for والتحكم فيه كمان for commercial purposes commercial purposes يعني لأغراض تجارية يبقى this is hatchery كلمة التانية hatchery اللي هي مفرخة او فقاسة وحدة الفقس fry خلبكوا بقى من الكلمة دي fry معناها baby fish اللي احنا بنو عليها البسارية زغيرة يعني السمك الزغير خاصة اللي هو لسه بيبقى خارج من البيض اللي هو طبعا اللي هو صغار السمك اللي بنو عليه البسارية وعلى فكرة طبعا fry ما بتجمعش زي ما كلمة fish بالمناسبة برضو ما بتجمعش يعني احنا بنقول على كلمة fish سواء مفرد او جمع بنقول عليها fish ما بنحط الهاش S او E S بس احنا ممكن نحط نقول كلمة fishes دي بس لو قصدنا تنويع او مجموعة انواع كتير من السمك مع بعض بس دي نادرت الاستخدام بس كلمة fish ما غالبا لا تجمع سواء مفرد او جمع كذلك كلمة fry fry اللي هو زي ما نقول اللي هو الزريعة او الاسماك الصغيرة لسه خارج من البيض بعد الفقس يعني فبنقول عليها fry حتى لو مفرد او جمع فلو قلنا fry's فريز دي هتنقنا كلمة تاني خالص fry's دي معناها هتبقى معناها بطاطة اسمقلية على طريق الفرنسية فfry اللي هي baby fish اللي هو صغار السمك احفظوها جيد جدا يبقى fry baby fish طيب hunter كلمة سهلة جدا نعرف اللي انتو عارفينها hunter اللي هو a person or animal that hunts a person يعني شخص or animal او ممكن نطلقه على الحيوان that hunts اللي هو الصياد او القناص يطلق على انسان او حيوان بلو حيوان بيصطاد فهانتر طب لازم فرع برضو بين hunter والنحية التانية fisher man او fisher fisher man اللي هو الشخص اللي بيصطاد طبعا ايه الاسماك اما hunter اللي هو الشخص اللي بيصطاد الحيوانات for example a person who catches fish for a living for or for sport مين بقى اللي هو بقى catches fish for a living or for sport يعني بيصطاد السمك for a living يعني عشان يكسب عيشه يعني يكتسب منه or for sport او sport اللي الرياضة طبعا ده هنقول عليه hunter ولا fisher man ايوان اسماك اللي جابت برافا لكو طبعا ده الفشر man اللي ممكن برضو نقول عليه fisher very good mixture what is mixture mixture ده a substance may be my mixing other substance together يعني ده مزيج يعني مادة بنحصل عليها عن طريق اللي احنا ممكن نخلط شيء بشيء خالص بحاجة تانية المادتين مع بعض يطلع لنا المكستشر اللي هو الخليط او المزيج طب الفيرب منه الفعل ايه حبيبي بقى اللي هو فعل mix زي ما انتوا عارفين mix معناها يخلط او يختلط به ممكن تيجي برضو مع person الاشخاص اللي ممكن شخص يختلط بشخص تاني يقول عليه mix we don't mix with our neighbors or whatsoever يعني طيب ورمالة مثل مثل put the chocolate butter and eggs in a bowl and mix them all together امانو put that chocolate يعني hot chocolate و butter butter يعني الزبدة and eggs will be in a bowl يعني في انا and mix them all together ميكس قلنا معناها يعني يخلط برافا عليكم طيب معناها يعني انت تتأكد ان شيء او تضمن لشيء شيء هيحصل او تتضمن او يتضمن شيء يعني معنى يتضمن او يضمن شيء معين او يكفل او التأكد من شيء معين سوف يحدث زي ما انت بتأكد على حد وتقول مثلا او ميكسور ذات مسان يسويتشد او ثلاثت الانوار اللي انت قفلت الانوار ويساعد برضو معناها يضمن زي ما قولت زي كلينت مست انشور ذا اكوريت ريكورتس بي كبت اوكي يبقى انشور معناها يضمن او يكفل او تأكد من طب سكارستي كلمة مهمة جدا وهتقابلنا في الكمبرهنشن قطعة الفهم اللي احنا ناخدها الوقتي على تربية الاسماء وليها دريفتف كتير جدا لها مشتقات سكارستي دي هي نون معناها طبعا نضرة او شح فيه دي النون يعني ما اقول لك مثلا يعني الحالة اللي بقى فيها شح او نضرة او نقص او شورت سبلاي نقص في الامدادات او شورتج وطبعا الاجكتف منها الصفة منها سكارس سكارس هي الاجكتف والادفرد منها سكارسلي سكارسلي يعني نادرا زي ما نقول في دول كتير في سكارستي يعني نضرة او نقص في سكارستي يعني انواع معينة من الاسماء يبقى سكارستي مهم جدا تحفظوا كلمة ديات معناها نقص او شح او نضرة من طب سيت اب تو سيت اب معناها يقيم زي ما نشافين كده او ينشئ شيء او يحط قواعد او رولز لشيء معين وليها سينانيمز يعني مفردات كتير يعني زي ما احنا بنشافين كده سيت اب يعني احنا بننشئ او بنأسس مثلا في شركة او بنأسس نظام ثابت او سيت مجموعة من رولز يعني قواعد او قانين في افرم هنا معناها شركة وانا قلت لك طبعا في مفردات سينانيمز يعني مفردات لكلمة سيت اب استابليش برضو معناها يؤسس استابليش وي فاوند برضو معناها يؤسس وي فاوند هنا كالصرفات تعلفة فاوند 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 مش معناها يجد معناها يؤسس طب preservatives preservatives يعني المواد الحفظة يعني a preservative is a chemical that prevents things from decaying يعني chemical يعني مادة كيموية prevents اللي هي بتمنع الحاجات او الاشياء from decaying كلمة decaying دي بتشوفها كتير تشوفها كتير اللي هي من التحلل يعني preservatives المادة الحفظة هي اللي بتمنع الاشياء او المأكلات زي ما احنا بنشوف كده ما بنحفظ طبعا المخليلات pickles or jams او المربة او اي او المأكلات عموما فطبعا بنحط لها preservatives يعني مواد حفظة وي بتمنع من decaying زي ما قلنا اللي هي التحلل او التعفن او برضو تيجي معنا decaying يعني التساوس افوا اه block كما دينتوا عارفينها طبعا block بتجي كverb ونعون block معناها يعني يسد او يمنع flow زي ما اقولك make the movement or flow in a passage pipe road and so on difficult or impossible اللي احنا بنخلي الموفمنت الحركة او انسياب مثلا طيار مائي في ممر او pipe يعني موسير او rude ساعت نقول مثلا زا rude is blocked يعني الطريق مسدود او زا pipe المصورة is blocked difficult or impossible يبقى block معناها يسد او يمنع وساعت تيك اناون معناها كتلة كتلة من شيء زا احنا الاكزامبل بقى المرتوط بالدرس بتاعنا بقى بالاخص يعني اللي هو الاكزامبل اللي قدامنا دوت اما نقول fresh water weeds weeds يعني العجبة الضارة فيه عشان بتبقى فيه المياه العزبة sometimes block the canal يعني احنا block يعني بتسد canal اللي هو القناة او مجرى المياه اوكي let's move to the next word weed لسه اللي هنا بقى الوقتي ايوه من بقى اللي فاكر بقى ومركز معي من مركز ومن سرحان برافو عليكو فيه ناس مركزة كتير رهو weed اللي هي مش هجيب معناها بالعربي انتو بقى اتخاب منو بقى اعمل اكزامبل a wild plant growing where it is not wanted and in competition was cultivated plants a wild plant يعني نبات wild يعني بري growing ينمو where it is not wanted يعني على غير الرغبة يعني يعني طفيل يعني in competition was cultivated plant is being abin او منافس او بين متطفل على cultivated plants يعني نباتات المزرعة cultivate معناها يزرع بتساوي grow يبقى ويد بقى ايوه اللي هو العشبة ايه العشبة الضرة وسعادتي كفير بمعناها التخلص من الاعشاب الضرة زي ما نقول keep the seedlings clear of weeds انتو طبعا خدتوا seedlings دي من سنة اولى طبعا اللي هي النبتة الصغيرة او الشتلة الصغيرة يعني خليها بعيدة عن weeds weeds او نقي weeds اللي هي الاعشاب الضرة او اللي ملهاش لازمة من النبتات اللي هي الصغيرة طيب pond اللي سألين pond اللي صورت عنده كده pond اللي هي an area of water smaller than a lake often artificially made يعني منطقة من المياه وبتبقى smaller than a lake lake طبعا اللي هي البحيرة البحيرة بتبقى اكبر من pond اكبر من بركة المياه وطبعا السي البحر اكبر منهم والاكبر من دولة باقي يعني احلى من التدريج كده pond اصغر وبعد كده lake البحيرة الاكبر شوية بعد كده سي اكبر ايه بقى الاكبر من السي بقى ايوه برافو عليكو اللي هو ocean ocean يعني المحيط طيب يبقى pond معناها an area of water يعني منطقة مائية و almost يعني غالبا ما بتبقى artificially made يعني مصنوع artificially صناعيا ما بتبقاش طبعية وفي بعض طبعا بركات المياه بتبقى متفرعة من البحارات بتبقى natural يعني طبعية نشوف كده اكزامبل على pond he likes fishing from the pond he likes fishing from the pond يعني هو بيحب اللي هو يصطاد من pond pond يعني البركة المائية طبعا حبيبي كده احنا خلصنا ال vocab بتاع new vocabulary بتاع الدرس بتاع النهاردة هنخش بقى نعمل practice بزغار كده او quiz والكوز البركتس دوت برضو no item الامتحاني اللي هيجيلكو هيجيلكو طبعا ست كلمات في list كده وهيطلب منكو اللي انتو تحطوا كل كلمة في جملة اللي تنسبها يعني هيقولك fill in the following passage with one of the word يعني ديك كلمات او جمل هي مش هتبقى passage هتبقى جمل وانت هتكملها بالlist بتاع الكلمات دي وده اكسرساز جميل جدا وان شاء الله هتفهموه بس الاول لازم نحفظ الكلمات بتاع الدرس حلو جدا طيب نشوف كده اول جملة معنا حبيبي تفضلوا معايا نقدم الكلمات الاول اول كلمة sea water fish دي كلها من الكلمات اللي احنا لسه اخدناها sea water fish هل هي المياه العزبة ولا المياه اللي هي الملحة ايوا المياه النهرية ولا مياه البحر والمحيطات برافو اللي هي مياه البحر والمحيطات طب بريد يعني قلنا بريد يعني ايوا تكاثر او يتكاثر او يربي هاتشري هاتشري اللي هي وحدة فأس البيض فراي فراي اللي هو بيبي فش اللي هو الاسماك الصغيرة بوند بوند اللي هي بركة المائية وفريش ووتر فريش ووتر فش اللي هو باقي ايوا عكس باقي سي ووتر فش احنا هنا سي ووتر فش الكلمة العونية اللي هو اسماك المياه البحر اما فريش ووتر فش اللي هو اسماك المياه العزبة او النهرية طيب ناخد شوف اول جملة بقى هو نختار اي كلمة منهم نرى الجمل كلها طبعا مجلوب كده في الامتحان كلها ما تبدأش تختار على طول نقرأ ست جمل وتختار برحتك نمبر وان وتبدأ طبعا تختار بالجملة اللي انت متأكد منها 100% ليا صح مش بالترتيب مش شرط يعني الترتيب وان سبيس are found in rivers and lakes ايه بقى اللي are found يعني يوجد in rivers and lakes بيوجد فيه الانهار والبحيرات هي برافو عليكم طبعا انتوا قلتوا الاجابة قبل ما ننزل الحل اللي هي فريش ووتر فش فريش ووتر فش اللي هو اسماك المياه العزبة طب دي نمبر وان طب نمبر تو ايوا اس بيس is a pool of water ايه بقى a pool of water pool of water معناها بركة من المياه وساعد pool برضو يجا معناها حمام سباحة بس مش هنا مش في الموضع ده بقى ايه بقى حبيباء اللي هي بركة المياه اللي هي ايه ايوا سهلا جدا ان اعرف اللي كنتوا عارفنا اللي هي اى pond فعلا يبقى pond is a pool of water a pond بركة المياه is a pool of water طب ثري There are many different kinds of space in the Red Sea There are many different kinds of space in the Red Sea There are يعني يوجد للجامة يجب بعدها اسم جامة Many different kinds يعني أنواع different يعني مختلفة في حبابي أنواع مختلفة من إيه In the Red Sea Red Sea اللي هو البحر الأحمر طب المتوسط اللي هو عيم ممكن برضو تقابلنا اللي هو Mediterranean Sea اللي هو البحر المتوسط إيه بقى اللي هنجده هنشوفه في طبعا Red Sea وRed Sea طبعا دمياه هل هي Sea Water ولا Fresh Water طبعا دي Sea Water هنشوفها الإجابة طبعا أنتوا خمنتوا قبل ما تشوفوا الحل Sea Water Fish يعني يوجد برافو عليكم يبقى زرعة many different kinds of Sea Water Fish and the Red Sea ومعظم كلمة Fish هاو يعني مفرد ما بتجمعش إلا فيه مواضع شازة نادرة ما هنلاقيها يعني طيب نيجي بقى لجملة number four يبقى احنا كده اللي احنا اخترناهم خلاص بقى انت متأكد منهم تقوم عمل عليهم اكس كده صغير عشان ما تلقبطش اخترنا Sea Water Fish واخترنا Sea Water Fish يعني أسماك المياه الملحة وبوند يعني بركة من المياه واخترنا Fresh Water Fish طيب نيجي بقى For a space is a place where the hatching of fish or poultry eggs is artificially controlled for commercial purposes يبقى هو باقي ايه حبابي اللي هو is a place واحد واحدة المكان where اللي في the hatching of fish اللي هو فأس بيض الأسماك or poultry eggs أو فأس بيض الدواجن is artificially controlled بيتحكم بيها صناعيا for commercial purposes اين مكان بقى اللي بيتحكم فيها تم التحكم فيه صناعيا للبيضة لأغراض تجارية طبعا اللي هو hatchery hatchery اللي هي وحدة الفأس في أي مزرعة سواء مزرعة سماكية أو مزرعة دواجن hatchery وحدة الفأس طيب 5 When fish eggs hatch they produce lots of tiny fish cold تاني وين هنا طبعا طبعا مش فأخيرها لم تستفهم نعرف اللي هي معناها عندما يعني عندما الـ eggs hatch يعني البيض hatch يعني بيفقس they produce tiny fish يعني بيونتك tiny fish يعني سماك صغير اللي احنا بنقول عليه طبعا باللغة اللي هي بتاعت بتجارية اللي بسمهاوليها الزريع يعني اسمها إيه بقى ناقص إيه أيوة كلمة بسيطة جدا وصغيره من تات حروف طبعا عرفتوها اللي هو fry fry معناها baby fish يعني الأسماك الصغيرة أو الأسماك اللي هي بتاعت الزريع طب 6 fish farms space fish to sell all the markets fish farms space fish to sell at the market يبقى fish farmers اللي هي المزارع fish farmers اللي هما مربي الأسماك بيعملوا يبقى في السمك to sell at عشان يبقوها the markets markets يعني في الأسواق أيوة طبعا بيربوها صح اللي هي بقى آخر كلمة موجودة عندنا وكلمة سهلة جدا اللي هي أيوة breed يبقى fish farmers اللي هو مربي الأسماك أو مزارع الأسماك breed fish بيربوا الأسماك عشان to sell يبقوها at the markets يبقى خلي بقى كلمات ده حبايبي كلمات المهمة sea water fish أسماك المياه الملحى breed يعني وربي hatchery وحدة الفاس fry يعني baby fish يعني الأسماك الصغيرة we pond يعني birka مائية fresh water fish يعني أسماك المياه العزبة طيب تعالوا بقى دي احنا عرفنا بالنسبة لنا بقى هتبقى قطع سهلة جدا كده احنا خدنا كلمات الصعبة وفي examples عليها وفي examples انا جاب لكم الأمثلة من القطع اللي احنا هنقراها الوقتي فإن شاء الله قطع تبقى سهلة بالنسبة لكم مش هيبقى فيها مشكلة فهناخدها كده في عقالة انتوا كده خدتوا كلمات صعبة بتاعتها وخليكم معي وتابعوا طيب نشوف بقى قطع بتاعتنا وركز agriculture 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 اللي هي ازراع agriculture is the growing of plants and the rearing of animals for food اللي هي عبارة عن تربية النباتات and the rearing برضو تربية تربية animals يعني الحيونات for food لغرض التغذية لها اللي began thousands of years ago ازراع بدت thousands of years ago يعني منذ آلاف السنين people stopped hunting for and white for food الناس stopped hunting كانوا زمان يعني بيروحوا اماكن كبيرة وعلى نطاق واسعة وبيسافروا for far بعيد جدا and white for food عشان الغذاء and began to produce food on farms يعني الناس بطلت اللي هي تسافر عشان تصطاد وبدأوا اللي هما began to produce food on farms اللي هما ينتجوا الطعام في المزارة near their homes والمزارة دي بتبقى قريبة من ايه البيوت بتاعتهم fishermen احنا قلنا طبعا فشرمن اللي هما الصادين have like hunters الصادين زي بالظبط اللي هما صادين الاسماك زي صادين الحيوانات gone out كانوا بيخرجوا to catch their food عشان الغذاء بتاعهم and still go out in their boots to bring back toons of fish ولسا بيخرجوا in boots في قوارب عشان يرجعب toons of fish يعني الاطنان من الاسماك however بس برغم من الحقيقة دي many in many countries there is a scarcity of certain kinds of fish in many countries يعني في دول كتير there is a scarcity scarcity يعني ندرة أو شح of certain kinds of fish يعني أنواع معينة من الاسماك this has led to the setting up of fish farms ده أدى الإبعاء اللي تنشاء أو تشيد of fish farms fish farms اللي هو المزارة السمكية to ensure عشان تضمن the supply of certain popular kinds اللي هو الإمداد أو وجود أنواع شائعة أو محبوبة لدى الناس fish farmers can produce the size of fish they want by controlling the kind and amount of food fish farmers اللي هم مزاموا ربي الأسمك can produce يقدروا اللي هم عند تقول the size of fish يتحكموا فيه ساز حجم السمك اللي هم عايزينه ده عن طريق بقى إيه؟ عن طريق controlling the kinds and amount of food يعني أنواع وكمية الغذاء يبقى يتحكموا عشان بعد القطعة دي هناخد أسئلة والأسئلة تتضمن المعلومات المهمة دي خلي بقى لكم فالتحكم فيه حجم السمك عن طريق controlling التحكم فيه نوع وكمية الطعام اللي زي give to fish اللي بيدوها للأسماك طيب the food is especially prepared in the form of a خلي بقى لكم بقى كلمة ده الطعم بتاع السمك دوت يعني أكل السمك أو علف الأسماك بيبقى فيهيئة إيه؟ فهيئة لحبيبات أو كرات صغيرة أو عيدان يعني يبقى هو معنى الكلمة دي the food is especially prepared in the form of بيبقى في شكل granules يعني حبيبات pellets يعني كرات صغيرة and rods rods يعني عيدان the food will produce certain sizes of fish يعني الطعم ده بينتج أنواع أيصف أحجام معينة من الأسماك according to the different amount طبقا لي different amount and to the different mixture of protein طبقا لي مادة البروتين أو الخليطة البروتين أو كمية البروتين اللي بتبقى موجودة في العلف ده وكذلك ما يحتويه من oils اللي يزيوت and ash يعني العوالق يعني العوالق يعني معنى رمض بس هنا معنى العوالق اللي بتبقى في المياه أو في العلف ده Rearing fish طبقا هنا هنا كلمة Rearing دي synonym نفس معنى كلمة إيه بقى أيواة breeding ما تنسوش بقى Rearing fish يعني تربيت الأسماك on a farm is an important part of food production يعني جزء مهم جدا من إنتاج الغذاء and Egypt has many farms وإيجفت مصرنا فيها many farms يعني العديد من المزارة and research station برضو وعندنا research stations يعني محطات للبحث العلمي بالنسبة للأسماك زي إيه بقى عندنا like the delta breeding station اللي هي محطة الدلتا اللي تربيت الأسماك دي 25 كيلومتر north of Cairo يعني على بقى 25 كيلومتر 25 كيلومتر north of يعني شمال Cairo fish eggs and the fry are kept in a hatchery طبعا fish eggs اللي هو برض الأسماك وfry والبسريات يعني الزريعة طبعا بيحطوها في قسم hatchery القسم الفأس بتاع الأسماك أو الحضانات زي ما بنقول which has ponds and underwater cages بيبقى فيها ponds بركات من المية وبيقى فيها underwater cages يعني أقفاص تحت المية عشان تفصلها عن الأسماك عشان الكبيرة يعني وين زفراي 2 جرامز أو مور أما زفراي فراي يعني إيه؟ أن السمك الصغير البيبي فش الزريع يعني أما السمك الزهر ده بيزن وي يعني يزن؟ 2 جرامز 2 جرامز أو أكتر they are transferred على طول transferred يعني بيتنقل 2 جرامز الأقفاص where they grew 250 إلى 300 جرامز عشان لحد بقى ما يكبر لحد ما يوصل وزنه 250 إلى 300 جرامز يعني حواله ربع كيلو يعني نكمل القطعة إيجيبت has two seas and an important river طبعا ما صررنا فيها two seas يعني بحرين and important river ونهر النيل يعني نهر مهم which produce many kinds of fish اللي بيينتق many kinds of fish يعني أنواع كتير من الأسماء EGED يعني سبيل على سبيل المثال البولتي بولتي سمك البولتي which is a fresh water fish البولتي طبعا fresh water fish يعني سمك مياه عزبة أوكي in the future في المستقبل fish may be a more important source of protein for Egyptian people يعني في المستقبل السمك هي more important source يعني مصدر مصدر مهمة جدا of protein للبروتين for Egyptian people للشعب المصري an example of how fish farming can help Egypt as a delta breeding breeding station يعني مثال إزاي بقى زراعة استزراع الأسماء ممكن يساعد مصر ماشي اللي هي المحطة محطة الدلتا اللي تقبيت الأسماء ليه بقى لأن over 1000 tons of carb أكتر من ألف طن من سمك carb سمك الشبوت a year بينتج obviously these fish يعني من الواضح أن السمك ده بالزاب اللي هو كارب اللي هو سمك النوع الأسماك الشبوت بيوصل وزنه لأحجام هائلة these fish هذه الأسماك are eaten وشايفين باللعظين حاجة مهمة جدا اللي احنا قلنا these فش يعني ما قلنا فش متحط لهاش s ولا es are بدليل are هنا بتيجي بعد الجامع بس fish فضلت زى مية are eaten بيتاكل ليه بقى إيه سمك الكارب دوت الشبوت ليه برضو وظيفة مهمة جدا اللي هو بيتاكل but they also have another job ليه وظيفة تانية they are bought into irrigation canals بتحطي قنوات irrigation يعني where they eat the fresh water يعني بيتحط السمك الشبوت ده في قنوات راي برضو لأنهم بيأكلوا يعني لساعات القنوات بتسدها weeds weeds اللي هي الأعشاب الضرة اللي ملهاش لازمة فالسمك ده بيتغزع الأعشاب ديه لأن الأعشاب دي بتسد القنوات فالسمك بيساعد اللي هو يأكل الأعشاب ده فتتفتح القنوات مرة تانية فدي فايدة التانية للسمك اللي هو الكارب which block اهو بيتغزع الأعشاب اللي بلوك وقلنا بلوك اللي بتسد the canals therefore therefore معنى لذلك the fish also help Egypt's irrigation system يعني بيساعد نظام الراي في مصر طبعا حبيبي كده احنا هنغلصنا القطع نشوف بقى ونقيس فهمكم القطع بأسئلة عليها والأسئلة اللي هتبقى قطع زي ما جالكوا في الامتحام بالزبط الكمبرهنشن دي هتبقى بسطة جدا جدا مش تشالينجينج خالص يعني هجيكم تلات أسئلة عادية اللي هي open-ended question وثلاثة صح وغلط يعني true or false هما ستة أسئلة ثلاثة أسئلة open-ended question عادين جدا ويبسنين شاء الله وثلاثة أسئلة اللي هي true and false نشوف بها الأسئلة وأكيد أنا متأكد كلك هتحل الأسئلة معي عشان في همتوق قطع وفي همتوق كلمات خليكم معي بها في الأسئلة number one why did people stop hunting far away from their homes يعني ليه الناس توقفت اللي هما استادوا far away بعيد عن their homes طب إحنا لو روحنا للقطع عشان نعرف السؤال دوت اللي هو why did people ليه الناس توقفت اللي هما استادوا بعيد عن بيتهم نرجع الثاني للقطع عشان آآ نشوف الإجابة أيوة ودايما أنا بقول عند الإجابة للقطع اللي احنا بنقرأ الأسئلة الأول بنقرأ الأسئلة الأول لقطع عشان نعمل scanning و skimming يعني skimming اللي احنا بنقرأ عشان الفكرة آآ ناخد فكرة آآ آآ كلية عن القطع وبعد كده scanning عشان نطلع التفاصيل اللي هي البسيطة بتاعة القطع طيب ليه بقى الإجابة هي طبعا ليه الناس توقفت اللي هما استادوا بعيد عن آآ البيوت بتاعتهم لعني people stopped hunting far and why زي ما احنا شايفين كده في القطع آآ for food and began to produce وبدأ اللي هما produce يعني ينتجوا food on farmers near their homes ليه بقى near their homes عشان بالقرب منين من بتح يبقى الإجابة يبقى why did people stop hunting ليه الناس توقفت far away from hunting far away اللي هما استادوا بعيد from their homes عن البيوت بتاعتها يبقى الإجابة زي ما احنا قلنا because they could grow food on farms near their homes عشان يستطيعوا اللي هما grow food يعني يزرعوا الغذاء بتاعهم الطعم بتاعهم on farms في المزارع near their homes القاربة من من منازلهم مع الفكرة برضو حتة فانية بحاجة قول in farms في المزارع نقول on على طول فارمز تاخد on farms يعني في المزارع طيب نشوف the next question السؤال التاني what happens when fry way two grams or more what happens when fry way two grams or more يعني ايه اللي بيحصل what happens يعني ما يزي يحدث هو ان عندما fry احنونا fry يعني ايه بقى شكرت خمس ستة مرات او اكيد حافظتوا ايوه يعني اما صغار الاسماك تصل وزنها two grams اتنين جرام او اكتر ايه اللي بيحصل بقى ايوه قبل ما نجاو بقى نرجع القطعة يعني شوف الكلمات او فين الحتة دية الفكرة اللي موجودة في السؤال ونرجع طبعا نعمل القطعة كده نعمل last coming تاني عشان نطلع الاجابة ايوه فين بقى الحتة بقى ايوه برافو عليكم اللي الحتة اللي فيها نفس الكلمات السؤال when the fry way two grams اما صغار الاسماك wait a dozen two grams يعني اتنين جرام or more they are transferred وانا transferred يعني removed يعني بينقلوها two cages لأقفاص where they grew two 250 to 300 يعني بينقلوها لأقفاص لحد ما توصل للوزن ده فنشوف بقى الإجابة yes يبقى they are put into underwater cages يعني بيتحطوا فيه underwater cages في أقفاص تحت المياه وحيث they grow bigger grow bigger يعني بينمو أكبر نفس الفكرة اللي احنا قلناها طيب شو بقى السؤال بعد كده حبيبي three what does the underlined word they refer to طيب احنا طبعا في القطع ما نشوف طبعا القطع بتقيس ما بتقيس بس information المعلومات اللي بتبع مباشرة في القطع بس برضو بتقيس مدى فهمنا واستنبطنا اللي الكلمات وبرضو فيه أسئلة بتفيد critical thinking التحليل او الفكر النقضي للقطع يعني جملة زي دي احنا نقول what does the underlined word they refer to احنا تشوف كلمة تحتها خط في القطع بتعرف على طول او تتوقع automatically يعني انها يقول لك الكلمة اللي تحتها خط دي بتشر الى ايه فنشوف كده حبيبي نرجع للقطع ونشوف الكلمة تحتها خط يبقى yes اه يبقى نشوفه fish farmer هي كلمة تحتها خط هي اخر سطر خالص بس احنا طبعا بنقرأ قبلها بسطر او سطرين عشان نعرف زي دي بتشير الى ايه عشان نجيب الفكرة من اولها fish farmers can produce the size of fish they want يعني المزارعين الاسماك ممكن produce integer الحجم بتاع السمك اللي هم عايزينه by controlling the kinds and amount of food they give to fish عن طريق التحكم فيه kinds and what and amount of food وكمية الطعام اللي they give to fish اللي زي زي دي معناه هم بيدوها للأسماك يبقى زي دي عايد على مين برافا عليكم انتو جبتوها اللي هو fish farmers اللي هم مزارعي الأسماك يبقى الإجابة yes يبقى it refers to fish farmers يعني بتشير الى مزارعي الأسماك كده الثلاثة أسئلة أنا قلت هيبقى عندكم ستة أسئلة الثلاثة الثلاثين بقى يقولك true but true or false يعني نحط صح أو غلط طيب نشوف أول جملة وقرر بقى هنحط true or false طيب نقرأ الجملة كده نقول fish farmers started because people wanted to preserve fish that were scarce fish farm started يعني المزارع السمكية بدأت لأن الناس أرادوا to preserve fish اللي هم يحتفظوا بالسمك اللي that were scarce اللي كانوا طبعا scarce يعني كانت نادرة طيب هنشوف بقى نرجع بقى نعمل برضو نرجع للقطع ونشوف الكلام ده صح فقالك أيوان شوفوا بقى قالك in many countries في دول كتير there is scarcity of certain kind of fish يعني في احنا قلنا scarcity يعني نقص برافو لأنواع معينة من الأسماك يبقى العبارة دي بقى صح ولا غلط أيوة يبقى العبارة دي right صح دي برضو سبب من أسباب تربية الأسماك لأن في أنواع نادرة في بعض الدول طيب نشوف السؤال اللي بعده طيب the bond وكمية المياه في البحيرة ده صح كلام ده صح ولا غلط نشوف كدا طبعا خطأ لأن احنا بنقول عن طريق اللي هو التحكم فيه كمية الطعام ومكوين الطعام ذات نفسه وليس عن طريق التحكم فيه water المياه فطبعا العبارة دي wrong كل اللي تعمله انت تكتب خطأ بس طيب نقع السؤال number 6 and is the last question والسؤال الأخير 6 carb bread at the delta breeding station help to provide food and protein for people and help to unblock the flow of water and irrigation canals carb bread اللي هو تربية أسماك carb اللي هو الشبوت as a delta breeding station في محطة ال delta لتربية الأسماك help egypt to provide food ده بتساعد مصر اللي هي بتمد مصر بالغذاء and protein والبروتين للناس طبعا بروتين ده طبعا عن طريق الأسماك and help to unblock وكمان الأسماك دي بتساعد unblock اللي هي فتح لأن بلوك ساد دي فتح بقى زفلو أو اللي هو فتح طبعا انسياب المياه تسمح بالانسياب المياه in irrigation canals في القنوات المياه طبعا احنا قلنا الأسماك دي بتأكل الأعشاب العشبة الضرر اللي يسمع ايه فاكرين اللي هي اللي هي بتسد طبعا ال canals مجرأ المياه وطبعا بتبقى مفيدة لreagation system لreagation system يعني نظام الراي فهل العبارة دي صحة ولا غلط طبعا العبارة دي صحيحة يبقى كده الست أسئلة اللي هيجلكو عن القطاع بنفس الطريقة ثلاثة open-ended question وثلاثة mcq question sorry وثلاثة true or false question يعني سؤال صح أو خطأ طب نجب على الجراما بتاعنا الجراما بتاعنا نتكلم على report speech الكلام المنقول الحديث المنقول فن ننقل الكلام يعني مثلا اما واحد مثلا يبلغنا كلام واحنا عايزين ننقله لشخص تاني فليه protocol وليه system معين احنا بنبلغ الكلام ده طيب الحديث المنقول أما ننقل الكلام ليه طريقتين بنينقل بهم الكلام الطريقة الأولى حاجة اسمها direct speech الـ direct speech اللي هو الكلام المباشر اللي احنا بننقل نفس صيغة الكلام اللي قال لهنا الشخص يعني ما قول احمد said i am ill يعني احمد قال انت ببلغ بقى يعني احمد بلغك قال لك إلا انا مريض مش هقدر روح حفلة مثلا فانت ببلغ واحد صاحبك تاني مستنيه كنتم الاثنين بتقوله والله احمد بيقول انا مريض فانت بلغت الكلام بنفس النص اللي قاله احمد فده direct direct وده بيبقى بين two speech marks بين علامات تحدث زي من شاهد inverted commas بنسميهم برضو inverted commas يعني كم مقلوبة كده علامات تحدث وبنبقى محتفظين بنفس النص الكلام طيب الطريقة التانية من البنين البنين هتكلم بيا يا ولاد الطريقة التانية اسمها indirect speech يعني الحديث الغير مباشر الحديث الغير مباشر ده بقى هو بقى موضوعنا النهاردة لان ليه نظام وسيستم وطريقة وتحول ضمائر وتحول أزمنة هاخدها مع حرق كل وقت زي ما بنقول هنا احمد said that he was ill انت بقى بتبلغ زميلك بتقول له والله احمد قال لي اللي هو مريض اللي هو كان مريض فطبعا انت كده غيرت الضمائر خالص وغيرت نص الكلام اللي قاله احمد على اساس انت بتتكلم عليه هو غائب فالطرقتين هما طرقتين لنقل الكلام طيب لها بقى قواعد هناخدها مع بعض طبعا احنا النهاردة هناخد في ال direct وال indirect او report speech في كازانو في في الجملة request and the instruction او order في الجملة الامريا الorder او ال instruction اللي هناخدها النهاردة وفيه برضو المباشر والغير مباشر في ال statement اللي هناخدها الحلقة الجاية ان شاء الله في الوحدة اللي بعد كده طيب خلينا بقى في العشان ما ضعش وقت في ال order درسينا النهاردة المباشر وغير مباشر بس في الجملة الامريا والطلبية و جملة اعطاء التعليمات طيب لو قتلينا say في الجملة say او till بتتحول ال order او ask او advice و طبعا احنا عارفين الامر بما امر مثبت و امر منفي امر مثبت اما اقولك مثلا open the door امر منفي اولك امر منفي اولك don't open the door امر منفي اولك stay calm امر منفي don't make noise and so on فطبعا دوت ايه reported speech لطريقة وهناخد عليها الجمل كتير او فاما تكوين جملة بقى اما نحاول من مباشر غير مباشر دي جملة التحويل من مباشر لغير مباشر فطبعا احنا بنبدأ بالشخص اللي يقول او هيبلغ اللي هيقرر او هيدي الامر والفعلين فعل told ممكن نستخدم told او ask فعل tell او ask او told او ask وبعد كده زائد ال personal object او told او ask لازم يجب بعدهم personal object مفعول زائد to لو امر مثبت بنربط بto وزا ما اقولك لو امر منفي نربط بنط to زائد المصدر مصدر اللي هو فعل الامر فده تكوين الجملة الامرية بس في المثبتة طيب مثال ندي مثال زي ما قولك mother ستة سلمة tidy your room mother الام قالت لي سلمة tidy your room ده امر جملة امرية شو بقى احنا هنحاول الجملة دي ازاي طبعا زي ما قلتلكو ان ستة دي تحاولوا told او ask وبعد كده سلمة هنقول mother مثالا told بقى كده المفعول سلمة و tidy your room هل ده امر مثبت ولا من فيه طبعا امر مثبت فعشان كده هنوربط بتو فعشان كده الحل بتاع الجملة دي هيبقى ايه mother واحد واحدة كده فعل بقى التقرير او الامر اللي هو ايه بقى told اوكي المفعول اللي هو مين اخبارت مين فوق سلمة good بعد كده هناخد ايه بقى حبيبي اللي هو فعل الرابط الفعل الرابط لو جملة امرية مثبتة نوربط بتو امر من في نوربط بتو عشان كده هنزل to وبعدها طبعا على طول الفعل فين في المصدر اللي هو فعل الامر to tidy her room هنا بقى حاولنا your to her لان اعادة على سلمة الامر كان سلمة وهي مؤنس فعشان كده قلنا her حاولناها لي her طيب another example مثال تاني don't pick the flowers فريد sit the gardener دي بقى نوعية تانية بقى don't pick the flower يعني لا تقطف الظهور يا فريد sit the gardener قال اعمل الحديقة وساعد دي طبعا الجملة دي نقولها عليها يا بقى يعني يا ولادي مباشر ولا غير مباشر دي طبعا بين علامات تحدث كده تبقى مباشر اه وممكن الشخص اللي قال الجملة يجي بعد الجملة في الاخر خالص بعد علامات التحدث او بعد انتهاءة جملة القول مش شرطة تبدأ بها زي الجملة اللي قبلها طيب هنا ما نحاول الجملة ديت نفس برضو الوضع ونفس التكوين المفاول نبدأ بفعل التقرير طولد او اسكد وبعا كده المفاول وبس هنا بقى هنرو بيه مش بي تو نربط بنتو ليه بقى؟ لان الجملة بدأ بدأ بدونت يعنى امر منفي فشو بقى تحول الجملة؟ نبدأ بالفعل الشخص اللي بدا الامر اللي هو زا جاردنر اللي هو عامل الحديقة طولد سدة حاولت لطولد اوكي؟ المفاول ده برضو لعلي الدربة هيبقى مين؟ أخبر مين؟ فريد يبقى زا جاردنر طولد فريد هنا بقى فعل الربط اللي هو اداة الربط اللي هي نوت تو يبقى نوت تو لان فيه عندنا الجملة بدأ بدونت يعنى ده امر منفي اوكي؟ وبعد كده الفعل في المصدر بيك زا فلاورز اوكي؟ اوكي؟ في برضو جمال يعنى مالك الارض قال اما نحاولها بقى يبقى نقول اااااااااااااااااااااااااااااااا ايه المالك اأسكد هنا معناها طلب يعني في جمعات طلبية يفضل اللي احنا نربط بأسكت أسكت سامح لعني ده طلب مزبط يعني يروي زيز بقى فيه بقى تحولك كلمات زيز بتتحول لزوس يعني فيه كلمات مهمة جدا بتتحول اللي هو عندنا ناو بتتحول لزن وفي زيز بتحول لزوس وياسر داي بتحول لزا داي بيفور وتومورو بتتحول لزا ناكس داي فعشان كده احنا حولنا زيز حولناها لزوس وطبعا احنا ربطنا بتو لإن ده طلب مزبط اوكي كود يو بليز سوبرفايزة بروجيكت رحاب ستة أمل يبقى احاولها بقى نقول بقى ايه رحاب أعسكت لأن الطلب أمل رحاب أعسكت أمل يعني طلبت من أمل تو سوبرفايزة بروجيكت اللي هي تشرفة عن المشروع لإن ده طلب مزبط عشان كده ربطنا بتو ويسد تحولت لأسكت لإن ده ريكوست ريكوست معناها طلب اوكي وزا ما قلتوك ربطنا بتو يعني المدير قال للسكريترا ما ترسليش هذا الخطاب هلا إيه بقى أما نجي نحاولها نقول زا مانجر أوردرد أو طولت لإن ده أمر يعني أمر زا سكريتر اللي هي المفعول السكريترا آآ نوت تو ليه بقى لإن الجملة فيها دونت عشان كده حاولنا الرابط كان نوت تو وزيس تحولت إلى ذات زيس تحول لذات طب نجي بقى نعمل كوز بسيط آآ الكوز بسيط كده علشان نقيس انتوا فهمتوا الموضوع زا مانجر طولت زاوركر سبيس وورك أوفر تايم أند هي أجريت تدو إت الحل يبقى فييرجت تو تو وورك لإن ده هو الطلب مزبط يبقى زا مانجر طولت زاوركر تو وورك أوفر تايم اللي هو يشتغل أوفر تايم هو وفع يبقى ده طلب أمر مزبط زا الدكتور طولت زا پيشنت يعني الدكتور قال پيشنت يعني المريض سبيس ايت انهالثي فود هو طبعا بينها يعني دوت بينها عن شيء يعني ده أمر نفي فنروب يا حبيباء هل هنقول تو ولا ناط تو ولا اف ولا زات very good الإجابة بي ناط تو يبقى زا الدكتور طولت زا بيشنت نطو ايت انهالثي فود طلب العزاء انا مزيد جدا لقيت لاخر الحلقة كنت مستمتع محركوا كتير جدا ومع وعد لكم ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هجب لكم حاجات مفيدة جدا هتوحشوني لحد ما قبلكم الحلقة الجاية سريعة ان شاء الله تابعوني كماكم مستر محمد الفريرجي من القنوات التعليمية التلفزيون المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة